نفل مركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء تزعم استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار وطرحها بالأسواق بدورها شددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن اللحوم المستوردة والمتداولة بالأسواق سليم وأمنة وخالية من أي أمراض وبائية وأنها تخضع للفحص والرقابة من قبل الهيئة من خلال سحب عينات وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة تحوي أمراض وبائية أو غير مطابقة للإشتراطات وأكدت الهيئة أن اللحوم والحيوانات الحية المستوردة تخضع أيضا للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر ويتم ذبحها في مجازر معتمدة مشيرة إلى أنه لا يسمح باستيراد لحوم من أي دولة لديها إصابات بمرض جنون الأبقار أو أي أوبيئة أخرى ترجمة نانسي قنقر